السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو النهاردة مختلف تماما عن باقي الفيديوهات هنتكلم فيه عن تفاصيل جلسة مزاد لبيع السيارات المخزنة بساحة مطار القاهرة والبيع ده لصالح مصلحة الجمالك ان شاء الله يوم الاربع 16.6 2021 ساعة 12 الظهر بقاعة النادي المصري في عين الصيرة بجوار حديقة الفستات هتبدأ جلسة مزاد علني لبيع 61 لط سيارات وردة من الخارج ومخزنة في ساحة الجمرك بمطار القاهرة الدولي وساحة أرض المعارض في شارع صلاح سالم العربيات اللي نزل المزاد هي عبارة عن تنازلات ومصادرات جمارك مركات وموديلات متنوعة انواع العربيات المعروضة في المزاد هتلاقي هناك رينز روفر سبورت وفولفو هونداي بي ام دابليو فورد متسوبيشي تويوتا كامري وتيوتا كرونا ومارسيليس ونيسان وكيا ودوج وسوزوكي وكريزلر وهتلاقي عربيات هامر وسانج يونج وميني باسات وميكرو باس وأوتوبيس اتنين وخمسين راكب وموجود في المزاد جرار وموتوسيكل كراست الشروط هتتباع بربعمائة جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية سبعة شارع الدكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجه لبنك فيصل الإسلامي في الدقي وممكن معينة عربيات المزاد في ساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأوتوبيسات وفي ساحة أرض المعارض في شارع صلاح سالم المعينة كل يوم من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا خلال أيام العمل الرسمية حتى يوم المزاد العاوز يدخل المزاد لازم يكون معاه بطاقة الرقم القومي سريع للناس المواطنين العاديين أما بالنسبة للتجار لازم يكون معاه بطاقة ضربية ومسموح أثناء المعينة أن الشخص يدخل له معاه أي عدد من الفنيين علشان يكشفه على العربيات ويقدروا قيمتها الفعلية البيع هيتم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 692 لسنة 2019 وطبقا للوارد في كراسة الشروط وكل لط هيتباع لوحده وبدون عمولة اللي هيدخل المزاد يشتري كراسة الشروط وهيدفع التأمين 10,000 جنيه في خزنة جمارك السيارات بمطار القاهرة أو يدفع التأمين أثناء الجلسة داخل المزاد والتأمين ده بيتم رده بعد انتهاء الجلسة لو المزاد مرسيش على حضرتك في أي لط من العربيات في حالة إن المزاد رسي عليك في لط معين بيتخصم التأمين والمفروض إنك تدفع باقي التمن والتأمين ده على كل لط يعني لو عينك على عربيتين هتدفع تأمين لكل عربية لأن كل عربية لها مزاد لوحده ولازم تكون مجهز 30% من تمن العربية بمجرد ما يرسى عليك المزاد هيتطلب منك 30% من التمن ولو ما دفعتش ضاع عليك التأمين والدفع بيكون نقدا أو بشيك بنكي مقبول الدفع باقي المبلغ بيتم سداده خلال 15 يوم من اليوم التالي للمزاد طيب لو بعد ما دفعت 30% وعد 15 يوم وما دفعتش باقي المبلغ هيتم اختارك بالتأخير وهتدفع عن كل يوم تأخير 1% مصرفات تخزين من تمن العربية اللي رسي عليها المزاد لمدة أسبوع كحد أقصى لو ما دفعتش السبعة في المية دول راحت عليك العربية وهيتخصم من الثلاثين في المية بتوعك سبعة في المية وتستلم باقي الفلوس 23% هتستلم عربيتك أو اللط بتاعك بعد اعتماد مصلحة الجمارك وسداد كامل التمن والتسليم بيتم خلال 15 يوم من تاريخ سداد كامل التمن لو دفعت كامل التمن وما جيتش تستلم في المعاد المحدد هتدفع 1% عن كل يوم تأخير بحد أقصى سبوع وبعد الأسبوع برضو ما استلمتش هيتلغي التعاقد وهيتخصم منك التأمين مع خصم قيمة المصرفات الإدارية مضاف إليها أي غرامة تفرضها الجهة الإدارية اللي نظمت المزاد أما تمن كرست الشروط مش هيترد العربية اللي اشتريتها هتترخص باسمك طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وهتاخد من الإدارة العامة لجمارك المطار جواب ومن مرور المطار جواب تاني للمرور بتاعك اللي في محل إقامتك علشان ترخص العربية في بعض المزادات بتلاقي عربيات عليها في كرست الشروط الجملة لا ترخص ودي بتبقى أرقام الشاسية بتاعتها مطموصة علشان محدش يرخصها وبتتباع في المزاد كقطع غيار وبيكون سعرها قليل جدا والتجار طبعا فهمين الموضوع ده كويس والعربيات دي بيتعمل بيها محضر علشان ما يطلع لها الشهادة بيانات في نهاية الفيديو أشوفكم على خير سلام